مساء الخير مشاهدين وزير الإعلام مرحم ياشي فجر اليوم أمر في وسائل التواصل الاجتماعي إذ كتب على حسابه عبر موقع تويتر وأخيرا خلصت وأرفق هذه التغريدة مع عالم لبنان وكاس ما عليك يعطيك العافية عافية كاس مين أو شو عم تشرب كاس الحكومة كاس الحكومة أنجزت بإذن الله خلال 24 ساعة الجاية بإذن الله بيصير عنا حكومة مثل ما بيقولوا بالفرنسي يعني بيستثناء إذا في شي فوق الطبيعة رجع عرقلة حكومة خلال 24 ساعة الجمعة ماكسيما بتكون طلعت مع الوزير اليوم كنت بخلال توليك مهامك في وزارة الإعلام على تماث مع هذه المهنة مع مشاغلة همومة وأيضا مع ما يسمى بنيو ميديا بالسنوات أو السنتين الأخيرتين شهدنا فورا لنيو ميديا السوشيال ميديا وكل واحد صار إعلامي وصار في عبر هذه الوسائل حتى ردود فعل قد تتخطى الحزام أحيانا شو حضرتك يعني كيف تنظر لهذا الموضوع وكيف يمكن الحقول دون وصول هذه الأمور إلى ما يمس أمن البلد ما كتير كبير كلمة أمن البلد الشباب والناشطين ما بيمسوا أمن البلد بس بيمسوا الأخلاقيات العامة اللي هي ما لازم تكون إلا نتيجة تربية خاصة منزلية وعائلية وجامعية ومدرسية ووطنية فما فيك تعتبر أنه كل الناس شتامين أو كل الناس اللي عم بيشتغلوا عم بيحضروا حالهم على السوشيال ميديا وفكروا أنه هن بيعتبروا أنه حضورهم مميز وبينبسطوا بحالهم أنه الناس عم تتفاعل معهم والناس عم تفاعل مع بعضها مش بالضرورة بالعكس أقلية جدا هي أنه هن الشتامين ولكن عطول مثل ما بتعرف نقطة السوداء بتبين على الأبيض يعني وفكروا أنه كل شيء أسود لا بالعكس الأكترية بيضة ناشطين بأكتريتهم المحترمين ولائقين ونقاد يعني وبيتعلموا النقد الإيجابي بس هيده مدرسة جديدة بالأعلام لأنه قدمتها التكنولوجيا العظيمة واللي نشوف حالنا فيها والصانعينا اللي هن ناس عظماء أنا بيعتبر قدمتها وضعتها بين إيدينا وهيده بعد ما صار إلا كادر أكاديمي حتى تدرس وحتى تصير منهج عام بعد ضائعة بعد هذا الزلزال التكنولوجيا العظيم بعد ما صار عنده فالق ثابت يعني منشان هيك وما استقرت القشرة التكنولوجية إذا بدك بعد كل يوم بعد بتشوف شي جديد منشان هيك الناس بتخاف بتقول مدري شو عم بيصير أو خاصة صنع القرار بيقولوا مدري شو عم بيصير بهذا التطور بس لا أنا بفهمه هو تطور تقني لحالة مجتمعية موجودة كيف كانت صالونات وديوانيات الناس مثل تقوا مع بعضن أو كذا في الصالونات في الديوانيات في لقلقت لحكي البلاطعم اللي كنت سمعها بيسموها حكي على الفırن أو كذا موجود كله صار على التواصل اجتماعي كل شي موجود لأنه كل الناس صاروا موجودين على التواصل اجتماعي فيك تلاقي المتحدر فيك تلاقي المتخلف فيك تلاقي المثقف فيك تلاقي المثقف فيك تلاقي الأمة والجاهل وكل الأنواع يعني معليك لوحد انه غيرت على البروفايل على تويتر وزير الاعلام اللبناني السابقان حزمت اغراضات بمعنى هل نفهم انه حادتك مش راجع على الوزارة اكيد عرفت من زمان يعني انه وقت ما اعلننا نحنا وزراءنا مين ومحسومي القصة انا مني راجع وزير بهذه الحكومة وهالقصة منتهية من زمان يعني بس انه انا بحب دغري ما في لزوم انطر ولا ما في لزوم يعني انطر تطلع الحكومة جديدة تسير وزير سابق مجرد اني عم صرف اعلام اعمال بالاعلام بعتبر حالي وزير سابق وعندي كتاب كتيب وزعته على الزمل الوزراء والنواب بمجلس نواب كلهم سوا وعلى بعض اصدقاء الاعلاميين ورح يتوزع هالكتيب على كل الناس يوم التسلم والتسليم هلا بتشوف نسخة منه سمو 16 شهر وزارة الاعلام وبتضمن كل الانجازات او خليني يكون دقيق اكتر ابرز الانجازات خاصة السورة التشريعية بوزارة الاعلام يلي طالت اساسات الوزارة محولت هيكليتها لهيكلية جديدة لوزارة التواصل وحوار الى جانب العلاقة مع نقابة المحررين وتطوير نقابة المحررين لتصير نقابة حديثة تشبه العصر اللي نحن عايشين فيه وتأمن كل اللي لازم تأمنه من مقاومات الصمود للاعلاميين وتصير نقابة بكل معنى الكلمة متل نقابة المحاميين ونقابة الأطباء الى جانب مشاريع كتير اساسية بمشاريع التطوير الى جانب انجازات اخرى من تأسيس جمعيات ومؤسسات الاعلام وكليات الاعلام وما الى ذلك كله هيدا المشهد موجود بالكتاب ومعروف شو اللي ماشي منه وين توقف الجزء الاساسي والخزان استراتيجي للاعلام فيه اللي توقف بمجلس وزراء وللأسف لم يوضع على جدوى الأعمال بما فيهم قضيتكن تليفزيون لبنان يعني اللي اضطررت انا جيب حكم الراحي اللي الله يرحمه القاضي مريدو نيز معوشي لمشي اشغال تليفزيون لبنان وتليفزيون لبنان قدامه نهضة كتير كبيرة على الأبواب اول شي قدرت امنت لكم زودة مالية ولو بالحد الأدنى ولكن قدرت امنتها وانتو بتستاهلوا امنت لكم بس اكيد مطلوب منكم كتير مش بتستاهلوا تنبسطوا فيها يعني لأ مطلوب كتير من تليفزيون لبنان مبنى الحازمية عم تنجز الخرايط تبعه والشركة اللي اولادي ملزمة بده ترجع تنفزه بوقت قياسي وتليفزيون لبنان خلال عشر طيام من هالمقابلة هايدي رح يصير بس 24 ساعة بالوقت الكن لازمي بس 24 ساعة من 24 سنة استبقت معليك موضوع الحديث عن انجازات والنقابة الشاملة للإعلاميين اليوم وحدتك تحدست انه في كتاب رح توزعه بس بتلاقي انه خلال تسلمك مهامك بهذه الوزارة ماذا تحقق هل كنت راضي عما تحقق او ما حققته لا ابدا ماني راضي ابدا لانه كان في معوقات حقيقية قدامي وانا كتبت بمقدمة هيدا الكتاب حقيقة هيدا المعوقات وحقيقة هيدا المعوقات مش مشكلة على تليفزيون لبنان ولا مشكلة على نقابة المحررين ولا مشكلة على تفصيل اعلامي تقليدي وعام تبهلي تقلك شغلي المشكلة اعمق بكتير من هيك والمشكلة مسؤولين عنا الاعلاميين وهن بيتحملوا رزق كبير من مسؤوليتهم لا لانه المشكلة هي انه الدولة العميقة بلبنان تكره الاعلام الاعلام اليوم هو السلطة الموازية للسلطات الثلاثة وانا برفض انه يسمى سلطة رابعة لانه الاعلام بيطال السلطات الثلاثة واليوم عصره متل ما كان فيه بالسابق ما يسمى العصر النووي الدولة العميقة تكره الاعلام لانه الدولة العميقة بلبنان تنتج دائما اعلاميين ازلام للسياسيين او للفنانين او لماذا بعرف مين باي مجال اللي كان من شان هاك يلغى النقد وحين تلغي النقد تلغي عمل العقل وحين تلغي عمل العقل تلغي التطور ما عليك بس ما بتلاقي اليوم انه تمت صنف او تمت انواعنا الاعلاميين ما عم بيكونوا بها القدر من المهنية حتى يقدروا يسيروا الرأي العام او يبنوا الرأي اكترية فيه اعلاميين ممتازين ما بدي عمم بس انا عم بحكي المشكلة بالجوهر انه نحنا كاعلاميين عنا اذا بدك خوف كبير على حريتنا وخوف من الحرية بزيت الوقت عم بحكيه بشكل عام اكيد في استثناءات ولكن الاستثناءات بعدها قليلة لانه التشريعات ما بتسمح للإعلاميين يكونوا احرار واسيد انفسهم لا التشريعات الموجودة منشان هيك على الدلتا ومنشان هيك بتصور وقفت بمجلس الوزراء ولا نقابة المحررين يلي مفروض هي تسير النقابة الحامية تأمن الحصانة النقابية وتأمن التقاعد والتعاضد والتعاقد للإعلامة مش كيفما كان يتم التعاقد معه ولا كيفما كان يتطبب او يتعلج او اذا طرد من وظيفة يقعد على الطريق يشحد لما النقابة تفتح ابوابه لكل الإعلاميين مثل ما قردي عملنا المشروع سوا وقدمناه عمله مجلس الوزراء وبتمنى انه يكملوا فيه مع الوزير اللي بدو يجي من بعده هذه الأمور استراتيجية جدا واساسية جدا بالعودة الى ملف تلفزيون لبنان ما عليك ذكرت ان تلفزيون لبنان على اعتاب نهضة مقبلة وهذا الأمر طبعا يتطلب جهود كبيرة من قبل القيمين او العاملين في تلفزيون لبنان ولكن تمت امر كتير مهم انه تلفزيون لبنان بحاجة لرئيس مجلس ادارة ومجلس ادارة يسير اعمال تلفزيون لبنان امام نهضة كبيرة بيقدر يشيلها مجلس ادارة ورئيس مجلس ادارة اول ما يتعينوا مجلس الوزراء الجديد ولكن الارضي البنى التحتية لهذه النهضة تتجهز سواء بالحازمية سواء بتحويله الى تلفزيون 24 ساعة واللي تأخر كتير للأسف سواء بتدريب الموظفين مثل ما في احد متل ما بتعرف عم بتشوفه احد المدربين عم يجي كرميل هالغاية سواء باعداد برامج جديدة سواء بتنسيق بعض الامور مع بعض السفرات مثل الصين واليابان لاستيراد برامج باسعار زهيدة خاصة للاطفال وترجمتها الى العربية الفصحة لانه كمان في عنا مشكلة اساسية بالبلد نحن عم نوجهها بالاعلام وبالتربية وانما كان هي لغتنا العربية عم تتشوه يعني حتى اذا بتقرأ للأسف كتاب كبار او فنانين كبار مرات بيكتب تاق الفعل تاقصيري بعلان هيدا اسمه فيسبوك وما بعرف شو اخطاء لغوية معيبة جدا ومنى لائقة حضرتك تحدثت عن تكريم ابو عبد البيروتي واعطيت توجهاتك لحصول هذا التكريم متى في البداية سيحصل هذا التكريم وكيف سيكون هلأ بتليفزيون لبنان عم بيحضروا من الارشيف تبع ابو عبد البيروتي عم بيحضروا دوكمنتير صغير عنه وسائقي صغير عنه وبعد ما يخلص اذا ما كانت طلعت الحكومة رح تطلع اذا ما كانت طلعت الحكومة انا رح اعمل تكريم ورح ندعي ابنه من فرنسا كلمة لها الغاية واذا طلعت الحكومة اكيد رح وصل وزير جديد يتابع ويهتم فيه لانه ابو عبد البيروتي وجه من وجوه لبنان الحلو وجاه التراسية واللي بتشبه رجولة ابناء المدينة وابناء لبنان السؤال الاخير معليك اليوم ماذا توجه كلمة اي كلمة توجه للبنانيين ونحن على اعتاب الحكومة الجديدة صراحة ما فيه ما عندي كلمة معينة وجهة للبنانيين الا قالهم يعني انه يمكن الحكومة الجديدة ما تعملكون حلول اساسية ولكن تضمنكن واسراركن على انه هيدا البلد بلدكن وبقاءكم فيه اساسي شو ما كنتوا بالموالات او بالمعارضة رافضين او آنعين بالوضع الحالي عملوا كل اللازمين عمال بس ما تفلو من لبنان تعقيبا ما عليك فيه ناس يقولوا اليوم عالسوشيال ميديا تحديدا انه شو راح تعملها الحكومة انها بحكومة ولا حكومة ماشي الولد اقل شي بتعمل انه بصير في عندك حكومة تحسبها هلأ ما فيك تحسب حدا ما بكتبت حدا تتقاتل معه عم نجيب لك حكومة تتقاتله هلأ ما في حدا تقاتله ولازم يكون في حكومة ولازم الناس تحسبها مع الوزيرنا نتشكرك ونتمنى لك توفيق على بالمرحلة المقبلة وشكرا على جهودك في هذه الوزارة يعطيك ألف عافية شكرا لكم مشاهدين